نبدأ بقى دكتورة إحنا إحنا معانا الكانالوني الكانالوني جاهز إحنا قلنا إحنا جايبين الكانالوني النهاردة أنا جايبه جاهز هو بيتباع في أي سوبر ماركت أفضل من عجنة الكريب والحاجات اللي هي بتبقى تقليد الكانالوني ده الكانالوني الأصلي لو إحنا عايزين نعمله كده في البيت بيبقى دقيق سيمولينا وبيض بس بس هو ليه عجانة وما كان مخصوص زغيرة كده لي بتتحط فيها أي حاجة تانية غير اللي أنا بقولها دي تأليف وحاجات بتبقى بدايل الكانالوني الأصلي بيتعامل دقيق سيمولينا وبيتعامل بالبيض وبتحط في عجانة شبه العلبة دي كده وبتعجنه وبتخرجوا ليها وشوش زي وشوش المفرمة بتاعت اللحمة بتتركب وشوش اللازانيا وشوش الماكروني والرفيولي والفتوتشيني والحاجات دي كلها بتطلع بالأشكال بتاعتها هي العجينة واحدة بتطلع كلها لكن احنا النهاردة جبناها سهلة ورخيصة وأرخص من اللي هتتعامل في البيت في التكلفة وفي الكلام احنا هنشتغلها نية ناشي ده كده اللي لكانالوني الحالو يا شايف هتبقى لا ده الكانالوني الحادق عشان هناخده ندخله في الفرن ونشوف القصة هتعمل ازاي احنا المرة اللي فاتت عصاجنا اللحمة بتاعت اللازانيا طيب احنا ممكن بس نطلب من اندرن نشوف المقادير مرة تانية اوكي بس بس المقادير انا مليش يعني انا بحط المقادير وبعدين بشتغل انا بزود او بنقص فخليكوا تابعونا عشان الناس تبقى متابعة معنا بزر تابعونا كده وشوفوا القصة تمشي ازاي احنا المرة اللي فاتت عصاجنا اللحمة المفرومة بتاعت اللازانيا هي هي بنفس الطريقة بنفس التعصيجة بنفس كل حاجة اللي هي الزبدة المستيكة اللحمة البصل الجزر الملح الفلفل بخارات اللحمة الكسبرة الناشفة شوية القرفة وبنحط عليها رحان معانا سوس الطماطم احنا قلنا بنعمل الطماطم بتاعتنا بنسلقها سليمة في مية قليلة وبعدين بنضربها في الخلاط من غير المية خالص وبنصفيها بيطلع معانا معجون البوري بتاعت الطماطم ده وبالقشر بناخده بنعمله بمية تاني وبنخفه بدل من زود مية بيبقى معانا الطماطم الخفيفة دي فهنحط الاتنين على بعض دلوقتي وهنشوف القصة تمشي ازاي نحط هنا الاول شوية ملح وشوية فلفل اسمر فقط لغير كده وبعدين نقلبهم ونشوف هنمشي الدنيا ازاي تمام كده ملح وفلفل اسمر على سوس الطماطم بس سوس الطماطم تمام تمام بالزبت كده بالزبت كده بالزبت كده بالزبت كده هنحشي الكانالوني عادي زي ما بتحشي اي حاجة انا بس حبيت اعملها في الاول يعني عشان يبقى ايه هي تاخد وقت يعني الدقيق شايف كده عشان وقت التعصيج بس بتاع اللحمة لكن وقت التعصيج بتاع اللحمة لو انت عايز تاع الصغية مظبوط زي ما احنا عملينها كده بتاخد حوالي نص ساعة على النار وهيبقى حاجة جديدة وجميلة وبنفس الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت والتكلفة بتاعتها برضو هتبقى مش كتيرة يعني وهنشوف القصة تمشي معنا ازاي ماشي حلو ايه حلو ان احنا برضو من نفس الحاجة نقدر نعمل منها الحلو والحادي يعني الكانالوني الحلو نقدر نعمل منه برضو الكانالوني الحادي انا بفكر حضراتكم بارقام التلفونات على الشاشة للي عايز يتواصل مع الشيف عندكم اي حاجة عايزين تسألوا عليها سواء في الحلقات اللي فاتت او في الحلق النهاردة يعني احنا معاكم والشايف هيجاوبكم على اي حاجة انت عايزين عايز اقول حاجة مهمة جدا ان المكارونات كلها جماعة بنعمل بيها حاجات حلوة كتير جدا اصناف حلوة كتير وبتبقى ظريفة جدا من الحاجات اللي بتبقى الاطفال بيبقوا ملهوفين عليها جدا لان بتتعامل باصناف كتير يعني وبتعامل منها مقرمشات وبتعامل منها حاجات كده هنعمل منها كل حاجة كمان انا كنت بس عايز اعمل النهاردة الايس كريم اللي انا وعدت بين ناس لكن معلش هنعمله الحلقة الجاية النهاردة بس هنعمل الكانالوني الحلو عشان ايه فرصة ان معانا الكانالوني نفسه المكارونا فقلت ان يعني مفيش داعي نأجلها الحلقة تانية هي المناسبة موجودة فنشتغل بيها على طول احنا خلينا نخصص حلقة للايس كريم بس يا شيف ينفع ولا ايه؟ اه ينفع طبعا اه ينفع طبعا نعمل حلقة ايس كريم ممكن ممكن دي تبقى افضل يعني دي تبقى افضل ممكن نخليها قريب حاضر نعمل حلقة كاملة للايس كريم مفيش مشكلة انها فعلا بتبقى عايزة كده لان هنعمل ونبرد ونجمد وبتاع فهنه اه اوكي حاضر يبقى افضل انت شغالة معانا تماما اه سيما كده انت يعني الحلقة كان لوني النهاردة خليها تعتبر ان احنا نمسك حاجة حاجة كده تمام حلوة اوه وسهل يا شاف يعني ان برضو مش بياخد وقت كتير حتى في التجيز يعني لا مش بياخد وقت كتير وهي علبة واحدة على فكرة تكفي اسرة يعني هي علبة الكنالوني بتبقى فيها حوالي خمستاشر او ستاشر القطعة يعني اه يعني هتكفي حوالي اه تلاتة او اربعة يعني تكلف ايه حوالي اربعة او خمس افراد يعني دعم كويس اه اه حاجات صنف من الاصناف اللي انا بحبها جدا اه اه قيم وشيق جدا وطعم وشاهي جدا اللحمة دي متعصاجة على اخر يا شاف صح؟ اه انا معصاجها حاطت فيها معلقة بوريه تماطم اه 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 لحمة اللازانية اللي احنا عصاجناها المرة اللي فاتت زي ما احنا قلنا عملناها بالبصل المبشور انا بافضل البصل المبشور اه بصلايا كبيرة نص كيلو لحمة حلو كده نص كيلو لحمة مفرومة بصلايا كبيرة جزرايا كبيرة فص مستكة فصين توم بننزل بهم في التاسا وبعدين بناخد التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات لحمة وشوية كسبرة نشفة وبنحط عليهم سنة إرفة لان دايما الحاجات اللي هي بيبقى فيها لحمة مع الصاجة انا بحب بحط فيها إرفة سواء جلاش أو خلو أو بتديها تسته حلو آه جداً جداً إرفع حاجة من الحاجات الجميلة جداً مستكة طبعاً حطت مستكة ولا ما حطتش مستكة آه طبعاً أساسي المستكة والزبدة أساسي اللي انت بتحبيهم وبتعكسيني فيهم دول على طول أنا مش بيفرقوني هم ودبس الرمان وعسل النحن احنا قلنا كده من أول حلقة طلعنا فيها في حاجات دايماً شابكة معايا كده وما بتمشيش من عندي اللي هي دبس الرمان وعسل النحل ومستكة طيب شاف لو في حد ما عندوش مثلاً الكانيلوني الجاهز يعمل اين؟ انبيgariliśmy بها عجينة الكتر bib BUT itch did like food البدائل بقى انبيض نعملها بعجينة الكتر bib وفيه ناس بتعملها بعيش التورتل وفيه ناس بتعملها بعيش الصاج وفيه ناس بتعملها بالرؤاء الطري وفيه ناس بتعملها يعني بالأي عجينة بتتلف عشان تلفها وتحشيها اللحمة المفرومة وتحطها بس كل دي بدائل دي الكنالوني الاصلي اللي احنا بنشتغلها دي هي الاصلية وبالطريقة الاصلية كويس في ناس بتعملها بتسلق الكنالوني بس انا مفضلش الصح بتاعها ان احنا بنعملها كده نية سلق المقارونة يعني اه وبيطلعوه يفردوه وبتقصة طويلة عريضة ملهاش اي داعي الداعي بتاعها ان هو بيسهل على نفسه الشغل او بيبقى خايف ان هي ما تستويش منه فبيعمل حاجة كده ممكن تقلب معاها بنتيجة عكسية ان هو ما يعرفش يحشيها يعني ايه يفردوها يعني يتفتح دي بدل ما هي مدورة بدل ما هي استوانة كده بيعملوها بعجنت اللازانيا كمان يعني بيسلق عجنت اللازانيا وبيلفها عجنت اللازانيا بتبقى ورق مفروض بيسلقها وبيلفها باللحمة المفرومة وبتبقى كويسة وبتبقى اصلية برضا دي اللي هي عجنت اللازانيا المفكوكة لكن لو إحنا هنشتغل بالبدايل البدايل اللي أنا قلت عليها اللي هي عجنة الكريب أو عجنة عيش الصاج أو عيش التورتية التورتلة يعني أو عيش الرؤاء الطري وده من الحاجات الكويسة برضو وهنعمل برضو الرؤاء ده وهنعمله بشكل كويس جداً وهنشوفه عامل إزاي معنا وهيبقى زي الفل حلوة أول حاجة تعصيجة اللحمة العادية خالص زي ما حضراتكم بتعملوها في البيت عادي جداً الشيف بيزود على تعصيجة اللحمة الجزر بتديها لون وفي نفس الوقت بتزود الكمية صح يا شيف؟ بالزبط كده بتزود الكمية بتاعتها بتزود الفايدة كمان يعني قيمة غزائية زيادة والطعم بيسكر شوية لأن الجزر بيسكر الكلام وبيخليه عشرة على عشرة وبيديني قيمة غزائية ولو الأطفال ما بتاكلش الجزر احنا بنخبيه جوه اللحمة ايه فبيبقى القيمة بتاعتنا موجودة معانا طلو أم ودي حاجة من الحاجات اللي بتبقى كويسة جداً وبتزود القيمة والطعم والكلام ده كله اناك تافي بعلب احنا بقى لحسب مثلاً عزمين حد ولا حاجة فبنبقى تعملي حراك الكمية المناسبة لحضرتك أو مناسبة للعدد الكمية اللي احنا بنعملها دي تعمل خمس أو ست ترنشات عشرة على عشرة هتشوفوا شكلها عامل ازاي دلوقتي فاحنا هناخد برضو شوية اللحمة دول كده نحطهم كده على الوش معانا كده ضافة يعني ده خلاص كده خلصاً اه خلاص كده هتشوفوا كده أول حاجة الكانالوني الحادق اللي ما تابعش معانا من بداية الحلقة الحلقة بتبقى موجودة كاملة على صفحة هي يومي وصفحة ميسات موجودة الحلقة كاملة وموجود مقاطع لكل حاجة اللي شاف اشتغلها الوحدة يعني هتلاقوا الكانالوني الحادق لوحده هتلاقيه الكانالوني الحلو لما نعمله لوحده كل حاجة الوحدة هننزل بقى بالسوس الطماطم بتاعنا اللي هو السوس الطماطم الخفيف عشان ياخد معانا الوقت بتاعه هناخد السوس البري ده على الوش ده برضه افكر الناس ان هو اللي شاف حط ملح وفلفل بس في السوس الطماطم كده ممكن ناخد معانا شوية مية مغليا نخف دول كده شوية مش عايزين نزود المية فيها كتير عشان هي مش بتبقى يعني هي مش بتحتاج مية مش بتحتاج عموما لده سل مش بتحتاج مية كتير هي بتستغفى السوس بتاعها وندخلها الفرن هتاخد معانا تلت ساعة نص ساعة وبعدين هنطلعها تاخد وش شجرتها وبعدين تمشي معانا الجنة كده اول حاجة الكنالوني الحادق الشيف ورنا نعمله ازاي طريقته بسيطة خالص واللي مش متوفر عنده الكنالوني الجاهز ممكن ان احنا نعمله في البيت زي ما الشيف قال بعد جينة الكريب او عيش التورتيلة او انواع العيش للشيف قال يعني ما نوقفش نفسنا في المطبخ على حاجة بالزبط كده هنعمل ايه تانية شيف هناخد بقى معانا الكريمة الحلوة اوكي كده خلاص خلصنا بالزبط هنولع بس على البطاطس البوري اللي هي اللي هنحطها تحت الفليل خلي بالك منها اوكي هنحطها كده تاخد معانا السوا بتاعها وبعدين هناخد معانا الكنالوني الحلو هنطلعه بس نجهزه عشان يبرد الكنالوني الحلو هناخده نفس الكنالوني اللي احنا بنعمله ده هو هو بس هنقليه في الزيت زي ما هو كده ما هو سليم كده زيت سخنه طبعا زيت سخنه طبعا هننزل بيه في الزيت السخن بس هو ما بيعملش بقى عشان ناشف فمش هيتوش يعني هنقليه في الزيت السخن وبعدين هنعمله كريمة كريمة القشطة اللي هي بنحشي بيها كل الحلويات لكن احنا هنعمل عليها اضافة عشان تبقى كريمة هشة كده وجميلة وهنشوف هتطلع معانا عاملة ازاي طيب مأدير الكانالوني الكريسبي بالقشطة قدام حضراتكم على الشاشة كده خلصنا الكانالوني الحادق وهنعمل الكانالوني الحل ده صنف من الاصناف الجميلة جدا ولازم يتقلي صح؟ اه يتقلي او بس هو يتقلي افضل يعني واحنا بنطلعه على مصفى بيتصفى يعني فما بيبقاش في منه مشكلة هو اخد لون بسرعة كمان يعني مش بيغيب في الزيت اه هو مش بيغيب في الزيت واحنا مش عايزين نغيبه ولا نغمقه يعني ده بي كده بالزبط دي السومولينا ده احنا بنعمل بيه برضو عجين زي لقمة القاضي وزي الحاجات دي كده وبنقليها برضو فهو في القلي بيبقى كويس يعني وما بيشربش زيت عشان برضو نبقى عارفين الكلام ماشي ازاي ماشي جميل ده سريع برضو اعطاك اسرع حاجة ممكن تعمليها وانتوقفة في المطبق هو كده خلاص استوى يا شاف ولا يحتاج تسوية تانية لا خلاص بده ده استوى بس هتشوفيه بس في الآخر هيبقى عامل ازاي بس انا مطلعه عشان يبرد عشان الكريمة اللي هنحطها جواه برده فلازم اعمله في الاول عشان يبرد معي يعني احنا كده من نفس الصانف عملنا الحادق والحل الزبط كده اعم وانا بعمل كده ليه انا باختار حاجات مش حلويات رسمية وتقليدية انا باختار اللي في ايدي اللي بعرف اشتغل بي مش اللي بعرف اشتغل بي اللي هو بيبقى موجود قدامي تحت ايدي جاهز مش بحتاج له تجهيزات وتحضيرات تعد فترات طويلة يعني فبناخد اسرع حاجة واخف حاجة واجمل حاجة وبيبقى بطعم ومميز ومختلف وبتبقى حاجات مش متدولة دايما عند كل الناس يعني هي الفكرة حلوة يا شف لانا ممكن مثلا تحصل مثلا زن افاجأة ولا ان حد يتعرض لموقف الزبط اتطلع حاجة تعمليها عايز اعمل حلو ما عنديش مثلا حاجة اعملها حلو فممكن اروح ديصرف نفسه يعني في الموقف الزبط كده فدي من الحاجات اللي هي سهلة وسريعة هناخد بقية الحاجات بتاعتها دي الكريمة بقى هنبتدي نشتغل بقى في الكريمة انت تقريبا اخترت الكنالون الحلو ده مخصوص عشان تعمل الكريمة عشان احنا عملنا الكريمة ضربناها قبل كده بس في حلقات متأخرة يعني فعشان كده بدلت انا النهاردة عصاكت اللحمة قبل الحلقة قلت هعمل الكريمة في الحلقة ونشوف هتتعامل ازاي عشان في مرات كتير حضراتكم مش بتشوفوا الكريمة تحضرت ازاي او ده كريم شانطو هاي بقى يعني فهنشوف بقى النهاردة هنعمله ازاي عشان في بعض الحلقات ما بنبقاش بيبقى جاهزة على طول كده خلاص هننفط الكنية كلها خلاص اه كده خلاص هناخد معانا بقى الكريم شانطي معانا كريم بودر تومني تقريبا ومعانا اه شوكولاتة مبشورة ومعانا جوز هند معانا سكر ومعانا سكر بودر يبقى كده سكر وسكر بودرة تمام كده هنجيب بقى معانا اللبن المتالج لبن متالج مم كريمة والقشطة طيب يبقى كده الشاف عمل نفس الصمس بين طريقتين الحادق والحلم احنا كمان في البيت نقدر نعمل كده يعني ما يكون مثلا متوفر عندنا حاجة واحدة وعايزين نعمل لضيوف حاجات حلوة فممكن نعمل برضو من نفس النوع من نفس الكلام اللي احنا اشتغلنا منه هناخد معانا شوية لبن بس هناخد قبل اللبن معانا دي كريمة بودر ودي كريمة خفق سيلة فهنبدأ بيها عشان انا عايزة تقيلة شوية هنبدأ بيها مع الكريمة البودر وبعدين نشوف هنزود لبن ولا مش هنشوف كريمة بودر وكريمة خفق اللي هي كريمة الطاهية شاف اللي هي الكريمة لا لا مش كريمة الطاهية كده كريمة خفق كده حلوة ناخد معانا شوية لبن متالي جين كده حلوين عشان يزبطوا معانا الكلام خلاص خلصنا الحاجات المقلية واللبن لازم يبقى ساق واللبن لازم يبقى ساق كل حاجة هنا بقى في الكريمة دي لازم يبقى امتلج يبقى احنا حطينا الكريمة السيلة على الكريمة البودر وحطينا عليهم تقريبا فنجان لبن او كبات لبن بتزود عليها وانت شغال وانا شغال او قبل ما اشتغل بس انا بحاول ازود وانا شغال عشان انا عايز قوام معين كده هايز اوصل للقوام معين كده وهنحط معلقتين سكر بودرة بقى الكريمة شانتيه والكريمة الخفق واللبن والسكر بالزبط كده فبصي بقى القوام بقى تقيل فنزود كده نخلي كريمي شوية كده لا بان كتير يعني حوالي نص كباية نص كباية بالزبط لس انا عايزها كده قوام ده كده قام التيل ده وهنحط عليه حاجة تانية احنا عاملينها بس عملتها قبل الحلقة عشان انا كنت عايزة تبرد فاحنا هنعمل حاجة مهمة جدا دلوقتي طيب احنا اللي متابعش معانا من بداية الحلقة عملنا الشيف النهارده شغال بالكانالوني عمل الحادق وسايبينه في الفرن ودلوقتي بيعمل الكنالوني الحلم أول حاجة على الكنالوني يعني حط الكنالوني في الزيت الكمية كلها وتقلت وكده خلاص يسيبه يبرد وبعدين عمل الكريم أو الكريمة اللي هيحشي بيها تمام كده؟ تمام هنبتدي بقى إيه نشوف طبق كده نحط فيه الكنالوني ده عشان هنعمله بالعسل هتعمله بالعسل هتخطها للعسل هقولك نعمل إيه دلوقتي معنا القشطة اللي احنا كنا عملناها قبل الحلقة عبارة عن إيه مهلبية عبارة عن كوبيتين لبن واخدين عليهم أربع معالق واحدة نشا واحدة دقيق واحدة دقيق سومولينا وزودنا واحدة نشا عشان أنا عايزها تبقى ماسكة شوية كده عشان أحطها هنا وقلبها معاها عشان تبقى هي دي القشطة اللي هنحشي بيها شوفها تحتاج المضرب ده تاني اه حالا نوعا طبعا احنا هحطناها تبرد عشان دي كده القشطة اللي هجهزتها قبل الحلقة لا بال بالزبط حطناها تبرد عشان تمسك كده عشان هنعمل عليها حاجة مهمة جدا دلوقتي هنحط عليها علبة القشطة دي لو عندك قشطة وش لبن حطي القشطة وش لبن لو ما فيش قشطة وش لبن أنا جاي بعلبة قشطة ما عندكيش خلاص يبقى نكتفي وما نحطها هاش هي بتدينا الطعم القيم لوحده هضربها بقى عشان أنا ععمها عشان تاخد معايا قوام القشطة اللي أنا عايزها وحطها تبرد في التلاجة شوية وبعدين هتلعها قحشي بيها هتبقى عزمة العزم حلو كده جميل هناخد عليها شوية كريم شانتي من ده هناخد كده كل الكريم هي دي حاجة من الحاجات الصنف على فكرة صنف فخم جدا وداسم جدا يعني انت كده جهزت المهلبية لوحدها مهلبية ممكن عادي زي ما بتشتغلوها في البيت اللبن بس مهلبية تقيلة شوية اللبن والنشا وبعد كده ضفت عليها القشطة وضربتهم وبعدين خطيت عليها الكريم شانتير والشاف مجهزه بالكريمة القفق والسكر وضربهم مع بعض لغاية لما بقى القوامه جاهز ومتماسك ودمج الاتنين مع بعض كده بالضبط كده خلاص كده هو ده القوام اللي احنا عايزينه حلو اوي احنا هنا ضايفين سكر حوالي معلقتين بس بالضبط معلقتين سكر بقدر هو ده القوام اللي احنا عايزينه القوام القشطة ده كده هندخله بس التلاجة خمس دقايق وبعدين نطلعه نشتغل بيه طيب جميل فكده الكنالوني الحلو اتشاف اول حاجة الكمية الكنالوني خطها تتقلي وبعدين بعد ما تقلت خلاص بيسيبها تبرد شوية لغاية لما يجهز الكريمة تكون بردية كمان ويحشي بقلق او نشوف دلوقتي هو يعمليه هنشوف دلوقتي هو يعمليه خلاص كده يبقى احنا خلصنا خلصنا الكنالوني بتاعنا وحطناه في الفرن خدنا الكنالوني الحلو قلناه طلع زي ما احنا شايفين كده هناخد معانا بقى عسل نحل عسل اسود دبس طمر الموجود عند حضرتك ماشي يمشي عشان كده مقلل السكر في الكريمة اه انا مش عايز سكر كتير لان معانا عسل بقى ومعانا حاجات اه احنا هناخد بقى الكلام ده كده حطه في جوز الهند كده حلو ده حلو كده شوفت الكلام ده قبل كده لا هنبتدي نعمل ده بس انت بتدوق كل مرة فهتطمن على السوا بقى لا هو مستوي متخافوش لا هو مستوي ومستوي كويس كمان العجينة دي مش تبقى محتاجة سوا كتير اصلا بس احنا هنفركش الدنيا دلوقتي احنا ممكن نعملها بانكسرات لو ما فيش جوزين ده صح؟ الموجود عند حضرتك اشتغلي بيه انا مبرطبتش بحاجة ومبرطبتش بقوانين في الاكل اللي بيجي على مزاجي بعمل واللي بيجي على مزاجي وبيستصاغ في الاكل بكل هو الكلام كده يعني كل حد يأكل حاجة اللي بيحبها بالطريقة اللي هو بيحبها بالظبط كده ممكن ما عندي كيش جوز هند حباك حطي سمسم ما عندي كيش سمسم حطي فول سوداني مجروش ما عندي كيش فول سوداني مجروش حطي شوكولاتة مبشورة ما عندي كيش شوكولاتة مبشورة ما تحطيش حاجة ما عمليه بالعسل وخلاص حلوة اوه حلو كده طيب احنا كده يا شاف عملنا الكنالوني الحادق في الفرن والشاف شغال في الكنالوني الحلو استأذيناك نطلع فاصل مردل فكرة راحة ساعة هنروح لفاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية اهلا مخدراتكم مرة تانية مشاهدينا قبل الفاصل شيف سامخ خلص الكنالوني الحادق وبيشتغل في الكنالوني الحلو الاخبار يا شاف تمام احنا خلصنا كده الجوز الهند الكنالوني المقلي بالعسل وجوز الهند حل وجوز الهند هستأذنك نجيب الكريمة ونحشي اخلطنا منه وبعدين ناخد معانا انت بتستأذنش في حاجة تتعمل اللي انت عايز وبعدين نعمل ناخد معانا بقى الفلي لان الفلي مش هياخد معانا عشر دقيق ولا ناخد الفلي الاول نحطه على النار وبعدين نشوف هنعمل ايه انا خايفة بس الناس الحاجة تدخل في بعضها فتلاقيه حط الكريمة في الفلي لا خلص مش هنعمل حاجة خلص هقول لحضراتكم حاجة زريفة جدا احنا خلينا كده نقسم الحاجات اول حاجة عملنا الكنالوني الحادق بالتعصيجة اللحمة والشيف حطه في الفور تمام كده حاجة الكنالوني الحل ده اللي هو ده اللي قدام خضراتكم ده اه برضو التاه منه ونقطة الكنالوني واول حاجة الكنالوني الحل شيف سامح الا الكمية كلها وبعدين اه زي كده دهن وعسل ممكن ابيض او عسل اسود زي ما قلنا الموجود عند حدود الموجود واي نوع من المكسرات اي نوع من يعني الشوكلت مثلا الموجودة اي حاجة ممكن احنا نغلف بيها الطابقة من بره وبعدين نحشي الكريمة زي ما هيعمل دلوقتي هناخد بقى الكريمة بتاعتنا دي نحطها في القمعة الزريف ده دي مش كريمة بقى بقى تقشتغ تعيزه؟ اه نزبط بقى الكريمة هنجيب بقى معنا الحاجات الحلوة دي اللي ما تابعش معنا الشيف عمل الكريمة ازاي دي كده معمولة بطريقتين او عملها زي النصين نص مهلابية وعليها كان عليها ايه شيف كريمة برضو ولا كان عليها ايه دي كريمة واشتا كريمة سيلة وكريمة سيلة وكريمة بودر وسكر بودر مع علقتين وعملنا عليها المهلبية اللي هي بدقيق السميد والنشا والدقيق العادي اللي هي بنعملها اشتا الحشو الحلويات يعني كويس كده وبعدين عملناها حطناها في التلاجة مسكت نفسها شوية زي ما انتم شايفين كده حطناها في القمح وابتدي نحشي بيها دلوقتي الكانيلوني اللي بيبقى طعمه رائع جدا حلوة كده عشان ده هنديله بقى لوقتي حاجة والتاني هنديله حاجة تاني ايه التاني ده اللي هو الحادث طبق التاني خلي باليكم اللي في الفرق انت عايز الجبن اخد لون ولا عايزها كده بلونها لا اخد لون بايز ناخد بقية الكريمة كده طبعا احنا هنبهدل الدنيا دلاتي لكن احنا هنمساحها وهنزبطها اول شايف مسميها كريمة لان هي يعني مش كريم شونتي بس لا هي فيها القشطة وفيها كريمة خفق وفيها المهلبية فهي مزيد كده من الحاجات طلعة قيمة جدا يعني تمام كده على فكرة الصنف ده صنف فخم جدا وبيتقدم في فرنسا بشكل مختلف خالص حاجة من الحاجات الفخمة جدا اللي ما ظنش حد بيعملها هنا انا اتمنى انها تجربوها وتقولولي رأيكم ايه وانا هدقها لكم دلوقتي وهقول لكم الموقف عامل ازاي ياريت يا جماعة حد نطلب رسازة سلوة عشان كان بتقول حاجة مهمة جدا ياريت نطلبها ونشوف عايز ايه أستاذ كرولوس مساء الخير قولي لح ألو يا أستاذ كرولوس احنا عايزيني ألو افكت اتفضلي اتفضلي انا اعرف ازاي عن الكيكة كيكة طب انت كرولوس ولا انت مين بس انت مين بقى انت اسم كرولوس انت كرولوس ما هو الشيف بيكلمي انت اسم كيوستينا اعمل كيكة بس انت عارف اعملها حاضر انت عايز تعمل كيكة ايه هايز تعمل كيكة ايه ايه هايز تعمل كيكة ايه كيكة عادية اه حاضر نعمل اجمل كيكة عادية قولك عليها دلوقتي حالة بص 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 هتجيب اربع بضاط وزبدية ونص كبات لبن ونص كبات زيت سمعني هسرع كيكة في الدنيا حلو كده وكباتين ونص دقيق وتضربهم في بعض وتدخلهم الفرن وتحط عليهم كيس بيكين باودر يطلعوا احلى كيكة في الدنيا لحضرتك والاستاذة يوستينا انت اكيد يا كرولوس ما هتساعدك في الكيكة تتعامل ازاي وزاي ما الشيف كان بيقولك كده من شوية يعني تابع بقى الخلقات وشوف الكيك بتتعامل ازاي ممكن نحط هنا بقى ايه شوية شوكالاتة مجروشة كده على واحد كده دي شوكالاتة مبشورة يا جماعة على واحد كده ونحط عليه ده لبن مكسف اه اللبن المكسف اللي هو معانا من المرة اللي فاتت ممكن نعمل كده او نحط عسل نحط عسل يعني اللي بيعمل ضايت مالوش دعوه بينا اه كويس ونعمل اللبن المكسف هنا كده همم تادي حطيت عليها شوكالاتة والتانية لا شوكالاتة وعسل وحاجات كتير وكده وهدقهالك دلوقتي وقولك الكسة عاملة ازاي بالزبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة